موسيقى حياة الله مشاهدين الكرام، أصعد الله وأقاتكم بكل خير أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في قناة أعفاق للتحويل الإحصائي والأبحاث العلمية معكم دكتورة سميرة أبو الشيخ، دكتورات صحة العامة والوبائيات وسلسلة من دروس برنامج SPSS، إصدار 25 يقدم باللغة العربية الدرس السابع والعشرين، الإنحضار اللوجستي، Logistic Regression على برنامج SPSS اتعرفنا في الدرس الخمسة وعشرين والدرس الستة وعشرين على نوعين من الإنحضار كان الدرس الخمسة وعشرين بيحكي عن السمبلية الريغريشن وهو الإنحضار البسيط المتغيرين، المتغير الأول وهو الـ Dependent أو الـ Outcome Variable أو المتغير التابع كان عندنا Scale والمتغير الثاني طبعاً الـ Independent ممكن أن يكون Scale أو ممكن أن يكون Category Cal Variable في درس ستة وعشرين اتعرفنا على الـ Multiple Linear Regression وهو الإنحضار المتعدد القياسي، كان عندنا الـ Dependent Variable هو متغير Scale مع مشموعة من المتغيرات الـ Independence المتنوعة اللي بنا نشوف فيها ونتنبأ التغيرات اللي بتحصل فيه الـ Dependent Variable نتيجة للتغيرات اللي بتحصل فيه الـ Independence. طبعاً في هذا الدرس بدنا نشوف الآن لو عندي مجموعة من المتغيرات، المتغير الـ Dependent طبعاً حيكون Category Cal Variable يعني مكون من Two Groups من مجموعتين فقط، وباقي المتغيرات ممكن يكون فيها Scale ممكن يكون فيها Category يعني برضو متغيرات متنوعة، قاعدة البيانات اللي قدامنا رح ننفذ عليها الانحضار اللوجيستي أو Logistic Regression تعال نشوف هذه المتغيرات اللي موجودة عنا ونفهمها كويس قبل ما نجري التحليل أهم إشي اللي ما نجري بدنا نعمل Logistic Regression إنه نفهم المدخلات، لو ما فهمنا المدخلات كويس وما فهمنا الـ Variables الموجودة كويس ما رح نعرف نقرأ النتائج، فعشان هيك لازم نركز الضغط إحنا إشي مكاودين وإشي المتغيرات اللي عنا؟ المتغير الأول هو المتغير الـ Admission to High Graduate School يعني إنه قبول الطالب في مدرسة للدراسات العليا، إذا واحد هو Admission صار له Admission، إذا Otherwise صفر، يعني ما صار له Admission بتكون صفر، إذا دخول الطالب إلى مدرسة الدراسات العليا سفر وواحد، واحد إنه دخل الجامعة أو المدرسة هاي و سفر ما دخلهاش أو ما نقبلش فيها الـ GRE وهي Graduate Record Examination يعني درجة الطالب في امتحان القبول إلى المدرسة، مدرسة الدراسات العليا، طبعا هذا Scale، المجرمي طبعه Scale، بالنسبة للـ GPA وهو Grade Point Average، المعدد التراكمي للطالب اللي هو جاي فيه، وهذا طبعا Scale برضه، بالنسبة للـ Rank، اللي هو ورنك المدرسة اللي طالع منها الطالب، اللي هي Undergraduate، المدرسة اللي طالع منها الطالب، إذا كانت High Prestige School أو Low Prestige School، طبعا هاي Categorical Variable وهو Ordinal، مكود إلى أربعة، إذا كان الطالب جاي من المدرسة High Prestige فهي واحد، وإذا كان Low Prestige أربعة، والتنتين اللي بنص بينتهم الآن راح نروح ننفس الـ Regression أو Logistic Regression، ورح نشوف نتنبأ في التغيرات اللي هتحصل فيه، اللي هو الـ Dependent Variable، اللي هو الـ Admission من خلال الـ Independence الموجودة عندنا، من خلال المتغيرات المستقلة الموجودة عندنا بالدراسة، راح نروح على Analyze، Regression، هنختار Binary Logistic، الـ Binary Logistic اللي هو Logistic Regression، وسميه بـ Binary لأنه ثلائي، هنضغط عليه، هيفتح لنا مربع الحوار اللي اسمه Logistic Regression، مربع الحوار مطلوب مني شغلتين، أحدد الـ Dependent والـ Covariants، الـ Covariants هي الـ Factors نفسها، راح نختار أول إش الـ Dependent، اللي هو الـ Admission to High School، Graduate School، وباقي المتغيرات كلهم هنحطهم كـ Covariants، الآن أنا ما بدي أغيري كثير بهذه الخيارات، لكن بدي أروح بس أحدد الـ Rank اللي أنا بديه، هفتع على الـ Categorical، حيقول لي أي واحد متغير فيهم Categories، يعني إذا كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة بنحطهم كلهم، إحنا هنا بس الـ Prestige هو الـ Categorical Variable عندي، طبعا هنا نحن نحكي على الـ Independence، حدخله هنا، حيحكي لي هن سؤال، الـ Indicator طبعك، بديك يا Last ولا First، إش يعني Last وإش يعني First؟ الآن إحنا مكوودين الـ Rank، الـ Prestige School، مكوودينها إنه الـ 1 لـ High Prestige School، وأربعة له Prestige School، فهو بيحكي لي أنت بديك تقارني بالـ Last يعني بالـ 4، ولو بديك تقارني بالـ First يعني بالـ 1، الآن أنا مخيرة إني أحط Last أو First وتننصح، لكن بدي أعرف أقرأ النتائج تبعتي، أنا هخليها Last، زي ما لو بدي أغير، هعمل First وتشينج، لكن أنا الآن وهي هنا هتطللي First، لكن أنا هخليها Last، هعمل Change، هتتغير، هتصير خلص الـ Indicator ما هو معروف Last يعني By Default، لكن إذا بديها First زي ما شفنا، تمام، إذا كمال مرة، الـ Rank مكوود إلى 1، 2، 3، 4، واحد High Graduate أو High Prestigious School، والأربعة Low Prestigious School، أنا هنا قلت له بدي أقارن الـ Rank أو بدي أقارن في الـ Rank الأكبر، اللي هو Rank الأربعة، يعني بالـ Law، بدي أقارن بالـ Law، تمام، Continue، ما رح أغير ولا إشي بالإعدادات طبعة الـ Logistic Regression، رح أعمل OK، هختار طبعاً الميثود هستبتها على Enter، طبعاً احنا في الـ Methods ثانية، لكن إحنا هنخلي شغلنا على Enter، أوكي، هتطلع إلي متائج الـ Logistic Regression، الآن هذه المخرجات طبعة الـ Logistic Regression، في عنا جداول كثير بتخص الـ Logistic Regression، طبعاً إحنا إيش هذه الجداول، إيش المهم منها، وإيش ناخد منها، بس قبل رح بدنا نفهم أكتر إيش تصنيفات هذه الجداول، الجداول هذه مصنفة لأول حاجة، للمتغيرات الدخلة بالتحبيل، بعد ذلك الـ Block Zero، وهو الموديل اللي بدون Independent Variables، يعني بدون متغيرات، دخلت عندي، بعد ذلك، بدنا نشوف الموديل إقار ما بين الموديل Block One، اللي هي لما استخدمنا الـ Method Enter، ودخلنا المتغيرات الثانية اللي هي Independent Variables، الآن أول إشي، الـ Logistic Regression، الـ Case Processing Summary، الـ Case Processing Summary، بيحكي لي أديش المتغيرات، أو أديش الكيس اللي دخلت في التحليل، وعددهم أربعمائة، أربعمائة كيس، وما كانش عندي أي missing values فيهم، بالنسبة لأ الجدول الصغير هذا الـ Dependent Variable Infoding، بيحكي لي على الـ Codes تبعت المتغير التابع، بيحكي لي إذا كان الطالب قبل في الدراسات العليا، أخذ واحد، وإذا لم يقبل، فإذا أخذ zero، طبعاً هذا التكويد اللي أنا عملته أساساً، بعد هيك، سيعطي لي معلومات عن الـ Categorical Variables الموجودة عندي الـ Codes تبعتها، طبعاً احنا في عنا أربعة، اللي هو الـ Prestige School، اللي هي المدرسة اللي إجا منها الطالب، أديش الـ Prestige تبعها، طبعاً منقصنا إلى أربعة levels، من High إلى Low levels، وغيرتهم كـ Frequences عادية، الآن تعالوا نشوف الـ Beginning Block، الـ Beginning Block، اللي هو الـ Block Zero، كل هذي الجداول اللي وراه، اللي هو الـ Classification Table، و الـ Variables in the Equation، و الـ Variables Not in the Equation، هذولا الثلاثة، تبعين الـ Block Zero، اللي هو الـ Model Without Predictors، يعني ما فيش عندي متغيرات فيها، بحكيلي هذا الجدول، لأنه اللي دخلوا بالتحليل، اللي هم 2370، ما نقبلوا في الدرسات الغليمية، و 27، إن قبلوا طبعاً ما فيش هنا أي predictions في الموضوع، بالنسبة للـ Variables in the Equation، طبعاً تعطيني اللي هو الـ Beta، و الـ Exponential B، اللي هو الـ Odds Ratio، في حال إنه ما فيش عندي Independence دخلت في الدراسة، بالنسبة للـ Variables Not in the Equation، اللي هو الجدول هذا، يعطيني اللي هو طبعاً Score، طبعاً كل متغير من المتغيرات الـ Independence، إنه لو دخل هذا المتغير في الموضل، إنه قديش رح يؤثر على الموضل، طبعاً هذولا النتائج 13.16.7.25.2، بتحكيلي إنه الـ Graduate، مثلاً Record Examination، رح يعمل Variabilities أو اختلافات في حدوث اللي هو المتغير الـ Outcome، لأنه Statistically Significant، نفس الإشي، نفس الإشي، نفس الإشي، يعني بعطيني معلومات أولية عن هذه الـ Variables أو المتغيرات الـ Independence اللي أنا دخلتها في، اللي بدخلها بالـ Method، هل حتعطي Significant Improvement في الموضل، ولا لا؟ وطبعاً هذي المتغيرات أعطت Significant Improvement، زي ما إحنا شايفين. بالنسبة لـ التصنيف الثالث من الجداول، وهو جداول الـ Method، اللي هي Logistic Regression، الجداول الأول، اللي هو الـ Omnibus Test of Model Coeficients، الكاي سيكوير، قرأته الكبير الـ 41.4 تحكيلي إنه الـ Model Fit باستخدام الـ Independence Variables هذول يتحسن، يعني إنه استخدامك للـ Independence Variables هذول رح يعمل فعلياً لـ Prediction أو تنبؤ لقيم المتغير التابع. بالنسبة للـ Model Summary، يعطيني ثلاث قراءات. بالنسبة للقراءة الأخيرة اللي هي Neglicare R-Sequare، ممكن إنه إحنا يعني Neglicare R-Sequare والـ Cox & Snell R-Sequare هذول التينتين اسمهم Cido R-Sequare يعني R-Sequare الكاذبة. ولكن Neglicare R-Sequare ممكن إنه إحنا يعني نعطيها تفسير أو نفسر على إنها 13.8% من التغيرات اللي هتحصل في المتغير التابع. طبعاً حيفسرها المتغيرات المستقلة اللي نحطط في الموديل. بالنسبة لآخر جدول وهو الجدول الأهم في موضوع اللوجستيك ريجريشن، وحنركز عليه كتير. الآن الـ variables in the equation، الـ variables الموجودة عندي اللي نحطط في المعادلة تبعه اللوجستيك ريجريشن. الآن في عندي اللي هم ثلاثة variables لـ graduate اللي هو الـ G-R-E والـ G-B-A والبرستيج المقسم لأربع أقسم. أول حاجة رح نشرح الـ graduate record examination. طبعاً هو الـ variables in the equation تحتوي على الـ B coefficient. تحتوي على الـ standard error على الـ world degree of freedom على السيجنيفكنسي وعى الـ exponential b أو الـ odd stretch. ايش معنى هذي الأرقام؟ أول حاجة graduate record examination اللي هو الـ G-R-E. الـ B coefficient طبعته 2 من الألف وهي statistical significance مصطوى معنى هي 38 من الألف. طيب هذي ايش معناها؟ او ايش تفسيرها؟ هذه معناها انه كل وحدة زيادة في متغير الـ G-R-E سوف يزيد من فرصة دخول الطالب إلى الدراسات العليا بمقدار 2 من ألف. زيادة وحدة واحدة في الـ G-R-E سوف تزيد من فرصة دخول الطالب إلى الدراسات العليا بمقدار 2 من ألف. المتغير التاني وهو الـ G-V-A. طبعاً كانت في statistical significance 15 من ألف. يعني تأثيره هيكون أقوى من الـ graduate record examination والـ B طبعاً أكبر. معناها انه كل وحدة زيادة في الـ G-V-A سوف يزيد من فرصة او احتمالية دخول الطالب إلى الدراسات العليا بمقدار 2 من ألف. إذا تفسير المتغيرات في Logistic Regression إنه كل واحد زيادة في المتغير هذا الـ Independent يزيد من فرصة الدخول إلى او يعني من فرصة حدوث المتغير التابع بمقدار اللي هو الـ B الموجودة عندنا في الجدول. الآن تعالوا نفسر اللي هو المتغير الكاتيجوري. يعني تفسيره مختلف شوية. الآن الـ Prestige أساساً مكوّد إلى أربعة. Prestige واحد و Prestige اثنين و Prestige ثلاثة. ونتذكر الآن نفتح إنه الواحد هاي Prestige School. اثنين Very Good Prestige School. ثلاثة Good و أربعة Low Prestige School. فهو مكوّد إلى أربعة. الآن أنا طلبت في Logistic Regression أني أنا أقارن باللست. يعني أنا هنا بدي أقارن باللو. باللو بريستيجي سكول. يعني الأربعة يعني اللو بريستيجي سكول راح تكون هي الرفرنس طبعي. هي المرجع طبعي. هي الـ Predictor طبعي. هي الـ Indicator طبعي. فعلشان هيك هو شالها من الجدول وحطها كرفرنس كمرجع. فجاب البرستيج الأول والثاني والثالث. الآن البرستيجي الأول. الـ P تبعته كانت واحد وخمس وخمسين من مية وستستيكالي سيكني في كانت على 0.000 من أقل من خمسة في المية. إذن هذه كيف تفسر؟ تفسر على أنه إذا كانت طالب من مدرسة لها بريستيجي عالي. وهي هاي بريستيجي سكول. يعني إذا يجع الطالب من مدرسة هاي بريستيجي سكول. فرصة دخوله إلى الدراسات العليا تزيد بمقدار واحد ونص عن فرصة دخوله لو كان جاي من بريستيجي بالنسبة للبرستيجي الثنين. إنه فرصة طبعا هي ستفستيكالي سيكني في كانت سبعتاش من ألف مستوى معنوية سبعتاش من ألف. فهنا طبعا حنفسر وحنعلق عليها. حنيحكي إنه فرصة الطالب إذا حضر الطالب من مدرسة بريستيجي هاتنين إنه كانت جود بريستيجي سكول. فيزيد من احتمالية دخوله إلى الدراسات العليا بمقدار تمانية من عشرة أو تمانية وست وسبعين من ألف طبعا أكتر من الطالب اللي جاي من مدرسة لو بريستيجي سكول. وبالنسبة لها تلاتة طبعا ما فرقتش معا يعني إذا الطالب جاي من مدرسة بريستيجي سكول طبعا يعني كان ثلاثة أو كان له أربعة ما رح يفرق كتير في دخوله إلى الدراسات العليا. إذا تفسير آخر جدول في يعتمد على النوع إذا كان أو المتغير طبعا المستقل. إذا كان المتغير المستقل المجرمي تلاقيه سكيل رح يفسر على إنه كل وحدة كل وحدة زيادة في هذا المتغير سيزيد من فرصة حدوث متغير الديبندنت أو المتغير التابع لمقدار البي. طبعا إذا كانت البي بالسالب يعني بيكون فرصة عدم الحدوث يعني بتكون العلاقة عكسية. لكن المتغيرات الرتبية أو المتغيرات اللي تكون كاتيجوريكا. بنفسرها تفسير مختلف. بنحكي إنه طبعا هذه تزيد من يعني كل مكان الطالب أو يعني بنفسر على إنه وجود موجود الطالب أو وجود يعني البارتسبان طبع الدراسة المشارك في الدراسة في يعني هذي مثلا الجروب. تزيد من فرصة حدوثه أو حدوث يعني الريفرنس. إلى هنا أعزائي المشاهدين بنكون انتهينا من شرح أن ترس سبعة وعشرين درس اللوجستيك ريغريشن أو الانحضار اللوجستي على برنامج اس بي اس اس مشاهدة ممتعة أتمنى هذا. إذا أعجبك الفيديو اعمل لايك وشير ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.